نظرا لقدمها تواجه أغلب المخطوطات والوثائق التاريخية التي تعكس تاريخا مهما للمنطقة خطر التلف والإهمال ما دفع مركز الملك سلمان للترميم إلى المسارعة بإنقاذ المواد التاريخية والمحافظة عليه هذه ورقة لمادة تاريخية عمرها ما يقارب مئة سنة في وضعها السابق كان من المستحيل أن تستطيع قراءة الأخبار أو ما ورد فيها بشكل عام وهي بحالة تالفة إلا أنها بعد وصولها إلى مركز الملك سلمان للترميم تم إعادة تأهيلها بشكل كامل حتى أصبحت بهذه الحالة الجيدة التي من خلالها تستطيع قراءة محتواها بعد وصولها عمل المركز على إعادة تأهيلها بشكل كامل ونحن هنا سنتعرف على عمل المركز بشكل كامل وكيف يعيد الحياة لهذه الوثائق التاريخية تبدأ العملية بعد استقبال الوثائق أو المخطوطات من الجهات الحكومية أو الخاصة أو حتى الأفراد تبدأ بعملية تعقيم موسع بعد أن تمكنت منها المايكروبات وبإزالتها تتنفس قليلا قبل الشروع بعملية معقدة تعقيم نعقمها من الأحياء والبكتيريا الموجودة داخل الوثائق والمخطوطات وبعدها تنتقل المرحلة المعالجة والأهمية في الجهاز هذا أنه يقضي على الأحياء والمكروبات الموجودة داخل الوثائق والمخطوطات الوثائق عمارها عمار كبير تروح من العشرين لاربعين وأكثر بعد تنتقل المادة التاريخية بعد ذلك إلى المعالجة الكيميائية من ثم يتم إضافة مواد تعيد الورقة لحالتها القديمة قبل سد الثقوب بورق خاص دون أن يؤثر على شكل الكلمات بهذه الطريقة التي تستغرق شهورا لترميم مخطوطة تاريخية رمم المركز أكثر من مائتين وعشرين ألف ورقة المركز يقوم بإعادة الحياة لهذه المواد التاريخية وتكون جاهزة للحفظ في المستقبل لسنوات أطول كذلك يقوم المركز برقمنتها وعملها على شكل وثائق مرقمنة مصورة بأحدث الأجهزة وتكون متاحة للباحثين استخدام الألات الحديثة سرع من عملية الترميم وبالرغم من ذلك لتزال بعض المخطوطات البالغة التلف تستغرق عملية ترميمها ستة أشهر في جهد متواصل يحافظ على مخطوطات تعكس حقبة تاريخية من تاريخ السعودية والمنطقة عبد المحسن الحربي العربية الرياض ترجمة نانسي قنقر